دور هام جداً بيلعبوا مشاهير هولوود بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك من خلال إظهار الدعم العلني لأحد المرشحين وإجمالاً بيكون لهذا الدور صدى مهم عند الناخبين الأمريكيين وما بيقتصر دعم نجوم هولوود للانتخابات الرئاسية الأمريكية على الظهور العلني بالبرامج أو وسائل تواصل اجتماعي وإنما بيمتد إلى الدعم المادي وبيتبرع فيه المشاهير للمرشحين وحسب الدراسات الأخيرة حصل بايدن على حوالي 150 مليون دولار من مختلف الفاعلين بهولوود بين ممثلين ومخرجين ومنتجين بينما محصل ترامب للوسط يلي كان يوماً ما جزء منه إلا على 60 مليون دولار وقبل ساعة قليلة من انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج عدد كبير من الفنانين قرروا الانخراط به السباق الحامة بين ترامب وبايدن وأهم من دعم المرشح الديمقراطي بايدن المتقدم بأصوات ودعم الفنانين والنجوم الممثل روبرد دينيرو المعروف أنه شن أكتر من هجوم قاسي على ترامب فأعلن تأييده لبايدن واتمني له النجاح وكتب تغريدي استغرب فيها كيف بعض الناس بحب الرئيس الأمريكي الحالي أما الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون فأعلنوا تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن من خلال المشاركة في حملة افتراضية لجمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية المغني الأمريكي تايلر سوفت أيضا أعلنت عن دعمه لوصول المرشح الديمقراطي للرئيسي إلى جانب السناتر كامالا هاريس يلي اختار بايدن لمنصب نائبة الرئيس مشيرة إلى أنه اختياره رح يساهم بشفاء الوليات المتحدة بعد عهد ترامب جورج كلوني وزوجته أمل عالم الدين أيضا أعلنوا دعمه لبايدن إضافة إلى النجم ووبي جولدبرج وبشكل حاسم أعربت الممثل الأمريكي جانيفر لورنس عن دعمه لبايدن أيضا مؤكدة أنه ترامب لا يمثل قيمة كأمريكية ولا كإنسانة بولاية بانسلفينيا عم تركز حملة بايدن على المغني الأمريكي الشهيرة ليدي جاجا والنجم جون لاجند للمساهمة بتأمين حوالي عشرين صوت انتخابة بالولاية وتبديل المشهد السياسي وانتزاع فرصة ترامب للحصول على فترة ولاية تانية من جهة أخرى ورغم الكثير من الانتخادات إلا أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري حافظوا على بعض الدعمين النجوم مثل مغني الراب كيد راك اللي انضم إلى دونالد ترامب جونيور لحضور حدث انتخابة بميشغن لدعم إعادة انتخاب ترامب الممثل الأمريكي ستيزي داش أيضا دعم ترامب وهي تعد من أبرز المؤيدين إله أيضا جون فايت والد النجم الأمريكي أنجلينا جولي اللي بيدعم دائما ترامب وحملاته هالسنة دعمه وانضمت أيضا لحملة دعم الرئيس الأمريكي الحالي روزن بار أما الفنانة كريستي آلي فمرة جديدة أعلن الدعم لترامب بعد ما كانت صوتط له من أربع سنوات وبيبقى السؤال الأخير هل 150 مليون دولار وأغلبية نجوم هوليوود رح يساهموا بفاوز بايدن أو 60 مليون دولار وقلة من الفنانين رح يساهموا بفاوز ترامب الجواب خلال الساعات المقبلة لهون مشاهدين تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهي ترجمة نانسي قنقر